لما نظرت إلى أنواره سطعت وضعت من خيفاتي كفي على بصاري كفي على بصاري لما بدأ يتتنى لما بدأ يتتنى أرض صبا والجمال حبي جمال لما تلعيت أبو الفنون المصرح شكرا على الدعوة وصحا عيدكم وصحا عيد جميع المسلمين الله يخليك صحا عيدكم خبرات خبرات 40 سنة حاجة ما هيش صغيرة قدمت الفن سكيكدي خاصة المصرح خلينا نقولوا لما نقولوا المصرح في سكيكدي قلوا مولود شريفي وشن هو السر؟ لا مش مولود شريفي فقط من الحركة المصرحية مولود جزء من الحركة المصرحية كاين زملاء آخرين سبب تمييزك؟ سر التمييز؟ لا هو في الحقيقة مشي أنني يقول أنا متمييز ولكن يحكم عليك الآخرين هم ليحكموا عليك والعمل تعكي تكون مخلص في عملك عملك يبان متميز وهذه الحاجات النسبية التمييز حاجة نسبية في الأعمال ما هيش يعني حاجات دائمة أعمالك ربما المصرحية تلفزيونية على غيراء رئيسة ستوري عمي المليونير باب الراي حكينا الأعمال بالنسبة لعيسة ستوري وباب الراي وعامل آخر نسيت الاسم تاعه في بسكرة في سبعة وتسعين أعمال هذه كأدوار رمزية ولكن بالنسبة لآخر عامل في ديميل دوز في يارجي كان شوية دور مهم دور مهم هو في عمي المليونير السيناريو للقور يا حميد الله يبارك مولود شريفي متحصل على شهادة درجة ثانية اختصاص مصرح الطفل وكذا مؤلف لمصرحيات أطفال إخراج مصرحي في فن مصرح الطفل عفوا حكينا عن تجربتك مع مصرح الطفل هو في الحقيقة بالنسبة في أيام المصرح البلادي قبل ما يرجع درجة جيهوي وأكيد يرجع جيهوي في 2009 كان عندي عمل عقيبة الأنانية هو اختباس درجة للأطفال وفات في التليفزيون فات في التليفزيون بالنسبة للتأليف بالنسبة للإخراج للأطفال كنت إشراف فني فقط ماش يعني إخراجها نعم نعم فقط هذا بالنسبة للأطفال وبالنسبة للكبار عندي تأليف تأليفاتك مستقبلية في مصرح الطفل والله بالنسبة لمصرح الطفل حاليا ما مانيش مخمم بالنسبة لكشمن ألف وإنما راني مشغول بمعالجة نص قديم نص سعي إنه شاركت فيه في واحدة المسابقة ولكن ما كتبلوش ناجح راني دوك في المعالجة وفي نفس الوقت راني وجدت مونولوك العنوان تعوى عمر راسك تسمعوا معاي هنا في البورتابل هدك بعد العيد إن شاء الله هنبدأوا فيه بإذن الله ربما نصيحتك للشباب اليوم والله النصيحة الأولى اللا يكونوا منغالقين على أنفسهم هذه الأولى خاصة لما دوكت فتحت مرافق على غير المصاحجي وليس كده هذا الثقافة من المصرح وغيرها من أماكن ثقافية نحكي لك قلت لك النصيحة الأولى لم يكونوا منغالقين على أنفسهم النصيحة الثانية يجب أن يقرأوا قبل أن تأتي للمعركة يجب أن تدرب على السلاح ولذلك يجب أن يقرأوا المصرح بعد أن يأتي ويمارسوا المصرح ما يسترعوش ويكونوا يعني يكونوا لأن هذا الميدان هذا ليس أن يكون صابور ما يحاولش يصعد للسلم من الدرجة الأخيرة وكي الناس يقدروا يحتكوا بهم إذن كما قلت لك نزيد أن أكد التكوين والمصرح بحد ذاته علم والعلم يؤتى إليها إذن ربما نصيحة فننا اليوم للشباب الطموحين اللي حابين يدخلوا في عالم الفن الرابي خاصة دون المصرح مع لكم غير بالتكوين نعم والإحتكاك بالآخرين شكرا عفوا لما نظرت إلى لما نظرت إلى ونعود إليكم من جديد ومع ضيف آخر اللي حضر معنا اليوم في بلاتو لمدة العيد ناصد الجمعوي الثقافي أيضاً ربح حمودة أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا صح عيدك الله يسلمك صح عيدكم وبرك الله فيكم وأشكر جمعية كلاكات للسينما والفنون على هذه الدعوة الله يخليك ربما خلينا نتعرف على ربح حمودي وأعمل في هذه النشطات الثقافية الجمعوية خاصة عابا حمودة ناشط طقافي وممثل من سنة 2003 منخرط في المصرح البلدي لولاية سكيكدا قبل أن يكون جيهوي يعني في المصرح البلدي يوم كان الأستاذ زنير مدير له وبعدها انخرطت في الحركة الجمعوية مع جمعية الفرجة الثقافية مع الأخ أحسن عبادة ونشطنا الحركة الثقافية والحمد لله أحكينا على الأعمال والأنشطة الثقافية التي تعملوها خاصة نقولوا مثلا تسليا نقولوا فضاء هو الطلق ربما لما تعملوا أنشطة ثقافية جمعوية خارج تلك المؤسسة وخارج قاعات المصرح أحكينا على الأعمال وكيفاش الناس معاكم طبعا نشطنا في مصرح الطفل سنة 2005 وكان هناك تجاوب طبعا من الأطفال أو سواء من المؤسسات المدرسية اللي رحنا لها والحمد لله يعني تجاوبوا معنا بطريقة إيجابية جدا يعني هل لما الناشطين الجمعويين خلينا نقول لك ولا كأعضاء ناشطين في العمل الجمعوي إذا تتلقاوا صعوبات وعرقيل في خارج قاعات المسارح مثلا أنت مقتلك هواء الصلق أكيد هناك يعني يعني كل مؤسسة وكيف يعني تكون العقلية المسير تاحها طبعا هذه ترجع للمسير إذا كان المسير منفتح رح يعطيك يعني يعطيك تسهيل أما إذا كان المسير منغلق طبعا رح يتعامل معك بطريقة بيروقراطية هل العمل الجمعوي بالنسبة لك حاجة يلزم تكون في شبابنا يعني العمل الجمعوي أعتبره مدرسة يعني العمل الجمعوي مدرسة لأي واحد سواء كان فنان أو غير فنان لكن يكون عنده ميول النشاط الجمعوي النشاط الجمعوي والشيء اللي راه يخدم فيه سواء فني أو تقافي أو غيره يعني حبتي تقول أن العمل الجمعوي ليس فقط مشاركة و فقط ربما تربية ربما نعمل تعارف ربما يعني نلقاه تلك الأشياء اللي لن نحوس عليها أكيد وهو العمل الجمعوي مدرسة مدرسة يعني يعني تقعد تكرر فيها أنه دائما العمل الجمعوي يعتبر مدرسة بحديداتها إذن شكراً وصحايدك وبرك الله فيك الله يسلمك صحايدك صحايدك تقليدية عصرية شموع راديك ورسولي حضرة معنا اليوم كلها من أنميل ذهبية سكيكذية أكيد أصحاب مشاريع من ولايتنا طبعاً مدينة روسيكاد خليني نعرف بهات صاحبة الأنميل الذهبية في صنع الحلويات التقليدية العصرية ديليس شامشام صاحبة مشروع هاد الحلويات تحت اسم بودلال شيما صحايدك وكل عام ونت بخير يعيشك صحايدك تتاني بها وكل عام ونت بخير وعيد مبارك لكل أمة الإسلامية إذن ديليس شامشام راني نشوفه في الألوان راني نشوفه في التميزج بين التقليدي بين العصري إيريتوش ولا خطأ ما شاء الله عارفين بالمشروع وسبب تميزك أيضاً وبعدها نكملو أول حاجة المشروع تاعي هو مشروع حلويات تقليدية وعصرية سبب تميزي كما راك تقول يعني من صنف شروحي على أني متميزة ما زلت راني نتعلم هو أني نحب هاد المهنة نحب ثناعة الحلويات من بكري لما قلت إن حبها من بكري ربما عندك سبب ولا دافع اللي خلك أنك تدخلي في عالم الحلويات وشن هو ممكن ممكن الأب تاعي لأني كنت أي حاجة نصنحها حتى ولو متكون حتى ولو ما تصلحش يشجعني يشجعني ويقول لي راكي مليحة حتى ولو العائلة كمان ما تعجبهم شوى مليحة كده ممكن هو السبب ما شاء الله ديليش شامشان شامشان اسم دلع عليش هاد الاسم والله هاد الاسم عنده قصة يعني من اللي كنت نقرأ في النوفوليسي كانوا كاملة عاي طولي بهذا الاسم وبعدها اقترحت علي الأخت تاعي إكرام قلت لي وش رايك تسمي بهذا الاسم بش يكون شوية مميزة يا خاصة يعرفوك أصديقائك ربما يعرفوني نعم وبهذا المنسبة ربما موجودة هي رختيك إكرام من هذا المبارك بلوك صحايدك إكرام وكنت سبب ودافع للأخت انتعك من أجل إكمل هذا المشروع قولي لي لما تعملي مثل هاد الحلويات ربما في مثل هاد المنسبات خلينا نقوله أنه في رمضان الناس مرتاحة مع العائلاتهم انتوما كأصحاب مشارية فهموني يا جماعة واش عندكم تحف لرطوش لكلار وطالبيات وش كاين فهمونا ايه صح والله غير راهو تحدي يعني شغل من النهار كامل وحنا صايمين وزيد الخدم مسئولية على الدار مسئولية على خدمة واحدة أخرى برا وزيد طالبيات على الناس ما تقدرش توعد ناس ومبعد ما توفيلهم صحا قولي لي أطبري رمضان هادا شحال من طالبية رمضان هادا كان فيه الضغط بزاف يعني أكثر على بيها جي تيرو طالب لطوليوم ممكن على هذي يعني كمال بارح بيتها للصباح وننكمل في الكوموند خرجينا هادا التحف هي الحمد لله صحرا عرف لنا بعض الحلويات اللي راهي موجودة في طابلة عنا اليوم تالعيد طابلة عنا تاليوم فيها ميلانج بين الحلويات التقليدية والحلويات العصرية مثلا عندنا هادا هادا الكعيكات هادا هو تقليدي هو تقليدي هو يجي هوا حلوية تقليدية يجي محشي باللوز ويتخدم بالطالية بلا ساج ما شاء الله عندنا هادا تاني المخبز مخبز اللوز بوش سر اللي فيه الداخل نوك هالي فيه اللوز يعني مكسيرات مكسيرات هاني شوفي هذي القارس لا فريشير حكي ليليها هادا من الحلويات العصرية هو صعب لي بخيستيش بذوق الليمون يعني هادا لي عشاق الليمون انا لكل شكك ايا خلاص فيديك وليس طه يعطيك صحة جاسس خفيفة ضريفة عطيني كلمة ربما تهانيك بمناسبة العيد يلا اول حاجة انهانا الابتاعي وحبيت نشكره من هاد المنبر نوجه انا بذوري بهاد المناسبة مناسبة لما تلعيد وقل الوالد راي فخورة بك وانا جد يعني سعيد والحمد لله انها راي حاضرة معي اليوم وقل وصح عيدك والحمد لله انه عندك بنت مثل ديلي السمسم اللي راي حاضرة معنا اليوم وحلوية تاحا حاضرين معنا في المتلعيد وبحضور عمالي قتل فنانا في الولاية دمتي متألقة متميزة بإذن الله قلتك صحة لما نظرت الى لما نظرت الى انواري ونعود نقول لكم من جديد ومع هاد الشموع الحاضرة معنا في المتلعيد وفي وقتها ولا تلعيد أيضا معنا السيدة بوضلف نسرين صاحبة مشروع شرالايت لصناعة الشموع والمرايا بولاية اسكيدا صاحبة مشروع متقنة لفنها لعملها أهلا فيك وصحة عيدك لان شمض في الريحة تاحا صحة عيدك كل عموتي بخير السلام عليكم أولا شكرا لدعوتكم تانيا نعرفكم بمشروعي مشروع شرالايت مشروع شرالايت هو مشروع للشموع هو سيتون كمبيني لون تعلاج إسانسيال مع سيق ناتوري بدأ مشروعي في 2022 ولكن لم أتقرروا بالمشروع لأنني أحب أن أكون أكثر 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 أعمل باحترافية قبل كل شيء يعني حبيت حبة شرالايت تعلن عن مشروع تاحا مباشرة باحترافية يعني عملتي ساهرة من أجل ذلك المشروع حتى تتعملي ذلك باحترافية مباشرة صحة أنا حبيت نعرف بما أنك اسمك بودلف سرين شرالايت هلش شرالايت شغا شهرزيد هو اسم الوالدة رحمه الله رحمه الله إن شاء الله في جنة الردوان إن شاء الله رحمه الله إن شاء الله إذن بودلف نسرين أحكي لنا على ذلك الشموع الدار كوكياز أحكي لنا هذا الجمال وهذا الإتقان قلت لك مشروعي كان قبل عام ما اللي ديكلاريت عليه كنت نخدم عليه خممت في كل شيء خممت يعني خممت في كل التفاصيل الامبلاج الناتور تعالى سيغ اللي نخدم بيها شخطو أني بديت نخدم بدي سيغ ناتوريل أوتوماتيك ما رح يكون اللي بخي تحم شوية زايد برابور للشموع اللي راهم كاينين هنا راهم يعني البرندات كامل يقولوا باللي راهم الشموع تحم راها ناتيو غالمي كما نقولوا ما كانش ما كانش ما كانش مو توفر بزاف في تزاير اكزاكتو كما بديت أنا بديت أنا ما يميز ما يميز مشروعي سيكو مشروعي ماهوش غير شمعي يعني تشعلو شموعي بيو يعني ممكن انها عند مدوب تتحول الى لوشن للجسم بصراحة المشروع هذا جاتني الفكرة في وقت الكورونا وكامل على بنا بلي الكورونا هي كانت نقطة بداية التجارة الالكترونية بس ك يعني بش تشري حاجة بلا ما تشوفها سي امبوسيبل مالكورونا خليت الناس يشريوا حوايج بلا ما يشوفوهم مع الكونفينمون هداك والناس ما كنوش يخرجوا واللي ماغازان كانوا مغلوقين هاد الشي اللي خلى خلاني كما نقولوا نتشجع باش اني ندير متجر الكتروني ونبيع من المنزل ما شاء الله قولي لي ثكرة مشروع شارالايز اذا في سكي قدر قيتي رواج للمشروع انتاك والحمدلله بما انك حاضر معايا اليوم انا شخصيا صرفتالك لما وغاية تواصل الاستماعي والحمدلله للعمل اللي خلاك تتميزي بحضورك معنا اليوم شكرا شوف انا كما قلت لك قبل ما نبدأ ما كنتش نسنة يعني ما كنتش ما كنتش نماجيني باللي مشروعي راح ينجح بال ردود الافعاية يعطيك الصحة بس شوف كل تواضع يعني افكاري كانت جديدة على الناس كانت انا قبل ما نبدأ المشروع قريت قريت على التجارة قريت مثلا على عثمان بن عفان هو كما اقولوا اكبر تاجير في التاريخ هو كما اقولوا راح للمدينة وهو لا يملك سيفا ابخي سقساوه كما اقولوا بالليل ونهار جو كما اقولوا شاعة عاد غاني سقساوه قالوا له وش السر تاع انك كما اقولوا من اللي كنت ما كان ويلو بليل ونهار نجحتي غاني ايه قلهم كنت اعالج وانمي ولا ازدري ربحا ولا اشتري شيخا واجعل الرأس رأسين اعالج معناتها انه هو اللي كان يوقف على مشروعه ونمي معناتها انه اشكفه كما اقولوا يزيد حاجة وهذا هدفي انا بديت بالشموع من بعد وليت ندير المرايا وكاين حويش بزاف جدد ان شاء الله وكان يقول تاني لا اشتري شيخا لا اشتري شيخا ما عندها ما يجيبش حاجة قديمة يحب ليسي يجيب جديد ويسي كما اقولوا يلقى المشكل كما انا بديت البخوجي هذا انا كنت نحب الشموع ما مع الاسف كنت نروح نشري الشموع ما نلقهمش كما اقولوا بلودور هذيك اللي نحبها ومثلا غير ما نشعل الشمعة ما تبقاش وقت وتطفى يعني انا كنت نشوف مشكل ولقيت لها الحل وتنجح ان شاء الله مغروركم خفيف ضريف معنا ربما تهينيك في هذه المناسبة مناسبة لما تعيد تخضلي عيدكم مبارك اللهم تقبل ومنكم صالح الأعمال وشكرا على الصدا كل عام وعائلتي بخير شكرا لما نظرت إلى لما نظرت إلى أنواره سقطعت وضعت من خيفاتي كفي على بصاري كفي على بصاري لما بعد لما بعد يتتنى لما بعد يتتنى أرض صباح والجمال حياتي 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 حياتي